اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينين رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعب البرلماني المشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات أن مملكة البحرين لديها تجربة غنية في مجال تعزيز المستوى بين الجنسين والتي تمثل ركنا أساسيا لنهج رسمه جلالة الملك المفدى لكافة مؤسسات الدولة وضمن خطط واضحة واستراتيجيات دقيقة وأطر زمنية أسهمت منذ مطلع الألفية الحالية حتى الآن في عبور المرأة من مرحلة النهوض والتمكين إلى مرحلة التقدم على مختلف الأصعدة في ظل اهتمام مستمر من قبل قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حيث حققت البحرين مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية لقياس تقدم المرأة جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب في انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا ضمن حلقة نقاش جمعت رؤساء البرلمانات بعنوان نحو ميثاق عالمي جديد للمساواة بين الجنسين واستعرضت معالي رئيسة مجلس النواب ضمن كلمتها أهم ملامح التجربة البحرينية لتعزيز المساواة ومن بينها تعميم لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والأهلية لتحقيق الإدماج المنشود لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل لتحقيق الإدماج المنشود لتحقيق الإدماج المنشود لتحقيق الإدماج المنشود